اختمت أمس فعاليات مؤتمر البحرين الدولي الأول لنقص المناعة المكتسبة الذي نظمته وزارة الصحة بالتعاون مع شركة إدوكيشن بلس والذي شهد مشاركة ما يزيد على أربعمائة خبير ومختص في علم الأمراض المناعية من مختلف دول العالم وخلال يومي نعقاد المؤتمر ناقش المشاركون العديد من الأوراق العلمية الطبية التي وقفت على مجمل الأدوات والإجراءات الصحية المتعلقة بكيفية التعامل مع مرض نقص المناعة المكتسبة وشيدين في الوقت عين بتجربة مملكة البحرين وتبنيها لمختلف البرامج الوقائية بصفة عامة ولبرنامج مرض نقص المناعة المكتسبة بصفة خاصة بعد يومين من النقاشات المستفيدة والتي خاضت في جدول أعمال ثريا زاخر بالعديد من الأوراق العلمية التي جال بين مضامينها ثلة من الخبراء والاستشاريين وحتى الأكاديميين من حول العالم المبحرين في علوم مرض نقص المناعة المكتسبة اختتمت فعاليات مؤتمر البحرين الدولي الأول لنقص المناعة المكتسبة الذي تكفلت بتنظيمه وزارة الصحة بالتعاون مع شركة إديوكيشن بلس المؤتمر كان فرصة هامة لتبادل الخبرات العالمية التي ركزت على ضرورة دعم القطاع الطبي في كل المجتمعات وتقديم أفضل مستويات الرعاية الطبية المتطورة لمرض نقص المناعة المكتسبة ليتم إفساح المجال بعدها أمام المعنيين في المجال الصحي في البحرين لإبراز أهم المحطات الرائدة التي اتخذتها المملكة في الحد من انتشار مرض نقص المناعة المكتسبة الأمر الذي أظهر مدى نجاحها المستمر في التصدي لمتنوع الأمراض والأوبئة بكل حنكة وإرادة إن طبيعة المشاركة العالمية الواسعة في المؤتمر تعكس التقدم الكبير الذي تعيشه مملكة البحرين في طرح المبادرات واستضافة المؤتمرات الكبرى التي تسهم في مواصلة ازدهار القطاع الطبي محليا وإقليميا ودوليا وفي نوعية النقاشات العديدة التي شهدها المؤتمر والتي من المؤكد أن يكون لها ذلك الأثر الإيجابي الكبير في محاربة مرض نقص المناعة المكتسبة عبر العلاج الطبي المتقدم ناهيك عن أهمية تكاتف الجهود الرسمية والأهلية ودور المنظمات الصحية في التقليد من فرص العدوى في مرض نقص المناعة المكتسبة ووجوب توفير الرعاية المثلى للمصابين به بأسلوب أخلاقي وقانوني يبقيهم دائما على مسافة قريبة من العزيمة والإرادة للتعافي منه وبشكل كامل ترجمة نانسي قنقر